طيب الحلويات ينفع نبدأ بحاجة مسكرة؟ ينفع 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 ولا نحطها وسط الأكل كده زي ما ناس بتقول فكرة الحاجات المسكرة السكر العالي دي انها بترفع مستوى الانسولين جدا في الدم الحاجات دي بتجوع بتخليني أجوع مش كده حتى في الأيام العادية نقول ما نفطرش على حاجة مسكرة ناكل عيش بيت فول الحاجات دي بتشبع أكتر بقية اليوم تاني حاجة مش صحي ان انا اعمل حاجة اسمها شجر رش يعني قدي جسمي جرعة كبيرة جدا من السكر الصناعي مش الطبيعي زي اللي في التمر فيطلع لي كمية انسولين رهيبة الانسولين بيساعد على تخزين الدهون فأدخل فغلط جدا عشكده أنا بحبش العصير قوي عشان كده يعني بحبش أخدها قبل الفطار يعني ممكن أخدها بعد ما كنت دخلت لسانة عصير كي عايزة أليا في العصير مش السكر اللي في العصير برافو عليك لأن احنا بنتي في السكر ايوة يا ايكي مفكر ايه حاجات معروات هنا بي فمهمة قوي حكاية السكر اللي بندخلوا جسمنا بصورة رهيبة في العصير كده الناس تتلمى لونا تخنانة رغم اننا المفروضة خصة في رمضان من العادات ومكلتش كتير ومكلتش كتير يقول لك ايه ده أنا شارب أربع كبات أمر الدين ده أنا مكلتش خالص الناس بقى تيجي شاربتش غير شربة وأربع كبات أمر الدين وكلت تقريبا نخلة يعني واكل بلح بس ايوة حديك بحتيت خم يعني ولك ما بكرش خالص شافيش لحمة ورز لا انت خدت سعرات أعلى ما كنت هتاكل لبامية ولحمة ورز من العادات الغلط شكو بولك العادات متغيرة احنا بنغيرها بمزاجنا وده المفروض نفهم بقى يعني احنا ايه لان احنا بنعمل العادات دي وبنتخن يعني المفروض نخس لان السيام المتقطع والحاجات المفروض بتخسس احنا ده سيام متقطع طب ليه بنتخن يبقى فيه حاجة غلط بتحصل فدي مهم والسحور اللي بقى تقيل ده يعني السحور عندنا بقى صحور يعني اول كان عيش دلوقتي بقى فيه خرجات الصحور وعزومات الصحور فالسحور بقى وجبة فبرضه ما باكل وجبة زي كده 2-3 الصبح غلا ما باكل زبادي وبيضوا فول الساعة 2-3 الصبح فتفرق قوي برضه